يقال على المفاكرين الغربيين عندما تقرأ عند المفاكرين الغربيين بداية من المستشرقين يتكلمون على أن هذه الشعوب يعني شعوب عاطفية تفكر بقلوبها و بعاطفاتها أكبر من تحكم العقل طيب الأصل في الإنسان اللي هو تحكم العقل عندنا 221 آية في القرآن الكريم بسواء بشكل مباشر أو غير مباشر تتحدث عن العقل وأهميته كما أن معروف أهمية العقل ومركزيته في في الإسلام نحن في غين عن الحديث عنها لكن عايز أقول أن العقل المسلم هو دائما يحكم عنده محكمة اسمها محكمة العقل فلتر العقل أي فكرة أي مفهوم أي شيء لابد أن يمرر على محكمة العقل والعقل هو يقبل أو يرقب وبعدين العقل هو اللي بيعمل إيه العقل هو اللي بياخد المبدأ الشرعي والمعيار الشرعي ويبدأ يسقطه على الواقع يعني العقل نفسه العقل نفسه هو وسيلة وأداة لفهم الشرع واستخدام وتطبيق الشرع والالتزام بالإيه بالشرع الذي جاءنا من عند الله عز وجل طيب التفكير يبقى الأصل أن الإنسان يقز 24 ساعة وعنده محكمة العقل بدرجة كفاءة 100% لا يمر منها شيء إلا عن تحكيمه هذا مقبول أو مرفوض ومقبول ليه ومرفوض ليه وأولوياته إيه إلى آخره المجتمعات العربية بطبيعة نشأتها وهم أهل بادية وأهل الشعر وكذا إلى آخره يعني طبعت فيها أو جبلت فيها التأثير العاطفي اللي حاصل أنه هو بيلغي العقل يوم يلغي العقل طب العاطفة لهي إيه؟ اللي هو بيجد أنه فيه ميول متوافقة مع بعضها البعض فيه اعتبارات خاصة بعلاقات بينية بينهم وبين بعض فيه توافق ببعض الأشياء إلى آخره فيه كمان اللي هو لما حد بيقدم له يعني برضو الناس السطحيين الذين لا يحكمين العقل عندما يجد إنسان مثلا بيبدي شكل من أشكال الطيبة وبيقرأ القرآن والأسكار وكذا 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 ويمارس بعض أنماط من الشعائر التعبدية فيقوم الإنسان البسيط يخكم عليه من خلال هذه المشاهد وهو لسه ما تعملش معاه لا بدرهم ولا بدينار ولا تكلم معاه ولا شكل واستوفهم وإيه والعقلية وإيه من هذه الشكليات بدأ يكون تصور عن هذا الإنسان فبدأ يعمل نتيجة حبه للعبادة وحبه للصلاة والقرآن هذه العاطفة أثرت عليه في الحكم على هذا الشكل هو لسه ما تعملش معاه وممكن يجي يتعامل معاه يجد إنسان يعني يأكل الحقوق وأخلاقياته سيئة جدا إلى آخر وبالرغم أنه بيصلي وبيقول الأسكار وبيقرأ قرآن وإلى آخر من الأشياء فالحكم هنا بدأ يغلق يعني يستبعد العقل ويغلق العاطفة قد يكون بينه وبينه طوافق أنه من بلد وعدة قد يكون بيحب حاجة تانية بيحبها فيبدأ يبدأ في حالة من القرب العاطفة وانتصر على الحكم إيه اللي حصل؟ أوتينا أوتينا أولا هذا المنطق يرفضه القرآن الكريم يرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم رفضا تاما الأصل وتحكيم العقل في كل شيء أوتينا أوتينا كمجتمعات عراء أوتينا كان يجي المستعمر الغربي يمارس علينا بعض الدجل زي اللابليون عمله وزي المستعمر البريطاني عمله والفرنس وكذا يمارس بعض الأشياء العاطفية يكتسب بها تودد الناس ويدحك عليهم وتبدأ تطفئ صوراتهم وجزواتهم ضد المستعمر هذا الكلام مارسه العسكر علينا على الثورة وقدروا يختطفوا الثورة من ممارسة بعض الأشكال اللي من شأنها يعني سيطروا على عاطفة الناس وخلوا الناس تلغوا أقولها تماما واتفظت قرارات خاطئة اللي بنقوله بقى أن تغييب العقل وتحكيم أي شيء آخر وهو العاطفة ده بيؤدي إلى نتائج وقرارات خاطئة بتأدي إلى كوارث بعد ذلك